استقبل الأستاذ علي الكثيري رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي القائم بأعمال رئيس المجلس السيد مارك شكال المدير القطري لمنظمة أطباب لا حدود الفرنسية والسيدة إيريليا روسولو رئيسة البعتة وفي هذا اللقاء استعرض الكثيري تطورات الأوضاع على الساحة الجنوبية وما آلت إليه من تدهور في جميع القطاعات الخدمية وفي مقدمتها القطاع الصحي متنيا على الدورة الكبيرة التي اطلعت به منظمة طباء بلا حدود الفرنسية في تقديم القدمات الطبية والعلاجية للمصابين والمرضى وتدخلاتها المهمة أبان جائحة كورونا في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة ترجمة نانسي قنقر